أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مصرح السامر بالعجوزة حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الفطر المبارك وبحضور عدد كبير من قيادة الهيئة والفنانين والإعلاميين تضمن الحفل عروضاً فنية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب وفقرة ستاند أب قوميدي لا تزال احتفالة المصريين بعيد الفطر المبارك مستمرة حيث تقدم الليئة العامة لقصور الثقافة احتفالية العيد على مصرح السامر بالعجوزة تحقيق مبدأ العدالة الثقافية لذلك هتجد سينما الشعب منتشر حتى الآن في 16 محافظة تجد سينما في قاهرة وتجد سينما في أبو المطمير وتجد سينما في أسيود وتجد سينما في إنا وكلها بتعرض الأفلام الحديثة وزي ما حراك عارف أن هم بيكونوا بتذكر أعلى فئة فيهم 40 جنيه فاحنا الحمد لله عامنين شغل جيد في الفترة اللي فاتت وعمنين شغل جيد في العيد وده توجه الوزارة بشكل عام وتوجه الهيئة العامة لأسول الثقافة بشكل خاص مصرح السامر بفترة من بعد انطلاقه وفتتاحه بيقدم عدة حفلات وحفلات قوية جدا بداية من حفلات اكتوبر وحفلات لراس السنة وحفلات عياد الميلاد المجيدة ومولد النبوي ورمضان يعني المصرح السامر كان فيه فعاليات كبيرة جدا فالناس الجمهور هنا على وصوله هنا بيتابع بشغف وقرب جدا حفلات وفعاليات مصرح السامر وصوله مصرح السامر ده هو جوهرة الهيئة العامة وقصوره الثقافة ووزارة الثقافة بيقدم فعاليات واحتفاليات قوية جدا فالجمهور بيحرص دائما على وجوده عندنا ووجوده في السامر وحفلات السامر الاحتفالية تتضمن عددا من العروض الفنية والغنائية فضلا عن وجود ستاند آب كوميدي تقدمه فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب مصرح السامر بيقدم مجموعة من الحفلات ممتازة بيختارهم بعاناية فائقة المصرح كمان لسه متجدد فبيعمل حاجات طاليق بمستوى وبمستوى الهيئة كنت بقدم فقرة ستاند آب كوميدي وأنا سعيد جدا بمشاركتي النهارده في الاحتفالية الجميلة اللي معمولها النهارده والتنظيم اللي هاي اللي موجود ده وأنا سعيد إن الستاند آب كوميدي بقى لي دور في الاحتفاليات اللي زي النهارده لأن أنا بلعب ستاند آب كوميدي من زمان قوي فإحنا كنا بنواجه الصعوبات كتير قوي إننا نلاقي مكان نعرض عليه الفن بتاعنا فإن ييجي علينا يوم زي النهارده تبقى المسارح الحكومية ومسارح الدولة بتدعو الستاند آب كوميديانز إن هما يقدموا العروب بتاعتهم دي حاجة أنا سعيب ديها جدا وبشكرهم عليها إنك ترجع تاني في حضن وزارة الثقافة بالرؤية الجميلة إنه بيقدموا الفن الراقي الجميل للقلوب اللي بتقدر وبتاع يعني إيه فرحة العيد بقيمة فنان ليه مدة كبيرة في قلوب الناس فده شيء رائع جدا وإن أول حفلة تتم بشكل ده بالدعاية البسيطة جدا من خلال التواصل الاجتماعي أو من خلال وزارة الثقافة والطمين ومصر بخير بينا كلنا والقلوب اللي بتقدر الفن الراقي بتسقف من قلبها للي يستاهل يعد مصرح السامر من مسارح الدولة العريقة والذي تم افتتاحه شهر يوليو من العام الماضي بعد غلق استمر لنحو 31 عاما ضمن استراتيجيات الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية وإلى جانب استراتيجياتها لبناء الإنسان